اللباس الذي عليه صور ذوات الأرواح برؤوسها فإنه حرام كما نص عليه الشافعية والحنابلة وجماعة من الحنفية واختاره جماعة من أهل العلم منهم شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله عز وجل وشيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله عز وجل وذلك أن الصور لذوات الأرواح تجعل البيت غير طيب وتمنع دخول الملائكة إلى البيت والمؤمن بحاجة إلى دخول الملائكة إلى بيته وقد جاء عن زيد بن خالد جهني رضي الله عنه أنه قال إن أبا طلح تحدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة والحديث متفق عليه ترجمة نانسي قنقر